فطبعا أحاز طلب مش لأنه رفض مش لأنه مؤمن أو يجرب لأنه بالواقع عم بيعتمد على العرفين فالنبي الشعياء بقوله طيب شوف انت مش عاوز السيد نفسه هو اللي رح يعطيك الآية وهاي الآية رح تكون معجزة وهاي هون يمكن الشراح بيختلفوا عليها بقولها العذراء تحبل فالشيء الأول أحبائي لما بيطلب من الملك أحاز الملك أحاز عم بيقوله الشعية أنه هذا التحالف بين آرام بين إسرائيل وبين سوريا رايح يعني قبل ما يكبر الولد رح تشوف النصيتين يعني اندثروا انتهوا خلاص كيف منعرف من الآية نفسها اللي قرأناها أحبائي لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاشن من ملكيها يعني ملك إسرائيل وملك أرام في الإصحاح الثامن شوف شو بقول الكتاب قال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير يعني في العبرة يعني السريع شلال حاش باز اسم طويل كانت الأسماء هي رسالة يعني الله عن بعطي رسالة ليهوذة وأن أشهد لنفسي شاهدين أمينين أوريا الكاهن وزكريا بن يبرخيا فاقتربت إلى النبية اللي هي زوجة أشعياء فحبلت وولدت طبعا زوجة أشعياء لم تكن عذراء لأنه في الإصحاح السابع الشعية بيكون عنده ولد بيخلف ولد اسمه شاعر يشوف أوكي فيعني أوردي عنده طفل لكن هون أحباء يشوف التكملي للي بقوله في صحف سبعة فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا فقال للرب أدعو اسمه مهير شلال حاش باز مرة تانية لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي يا أمي يعني بابا ماما تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور فعن بشجع الملك أحاز بقوله أنت على إيه خايف يعني قبل ما يعني ما رح يخلف ولده اسمه يعني الاسم الطويل طبعا مهير شلال حاش باز قبل ما ينمو يعني يعرف يوكل زبد وعسل أو قبل ما يقول بابا أو ماما رح تحمل الثروة يعني رح يجي ملك أشور طبعا استأجروا الملك أحاز في هذه الفترة الزمنية في أيام تغلت في لسر وطبعا استكمل في شال منسر عندما يعني قضوا على السامرة بعتقد في آخر ملك إسرائيل كان اسمه هوشع ويسبوا إسرائيل إلى أشور وهذا السابي كان في سنة 722 قبل الميلاد يعني كان في مراحل وتدرجة ابتدأت بس إنه قبل ما يدعو السابي بابا ولا ماما أشور فعلا أجد قضت على رصين اللي هو ملك أرام وقضت على إسرائيل وطبعا هيك أنقذ أحاز بس شو الإشكال؟ أنه أحاز عمل تنازلات كبيرة في الهيكل والعبادات الوثنية إلى آخرها فإذن الشعية بيتنبأ في الحاضر للمعاصرين أنه خلف ولد وقبل ما يكبر الولد ويأخذ القرارات أشور رح تيجي وتخلص على إسرائيل وأرام اشتركوا في القناة